هذا جهاز النهاردة هذا هو أهم شيء تعرف المناطى اللغة really فده ان شاء الله تركزنا كله على الماتش الجاية بإذن الله يوم مدير فاني بصحة في الكلمش كتير يعني في المحاضرات يعني خمس ست دقيقة المحاضرة قريبا ومن مداربين والأيلي اللي تلاقي حد بيعمل كده نتعرف حنا عندنا اللي تلاقي المحاضرة نصف ساعة أو ساعة لربع فدي حاجة كويسة وما تكلمش كتير هو قالي الأسماء ويعني حتى طلب من ناس معينة وكاتف بتاع كل لعيب والكلام ده وخلص الكلام بس فهو بصراحة يموجي يتكلمني كان عايز ان انا ستلم بحرية انتعرف انا بلعب تمانية النهاردة مش بلعب عشرة لان برضو الناس تبقى عارفة لان انا النهاردة مش بلعب عشرة حملاها بربعة اتها ثلاثة لكن وتكورة معانا بابعاندي الحرية اكتر اللي انا اتحرك بس فالحمد لله قدير ننفذ اللي هو عايزه والحمد لله تلاقينا بالماتش النهاردة بماكسب وتقريبا اننا عملنا ماتش كويس بس طبعا لسه ما عملناش اي حاجة لسه بدل على بطولة افريقيا وتعرف البطولة طويلة جدا فان شاء الله دي تكون بداية كويسة للماتش السوبر الجاي ان شاء الله انا كمان 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 لعبت مع صلاح في امبي فعارف هو بيعمل ايه وعارف بتحرك ازاي فحتى انا تقريبا للمست الكورة اللامسة واللعبة التانية اروح تعمل الكروز انا لمحته حتى مرضيتش العابة عالية يعني هي اسهل على ارض لان عالية كان ممكن الجوني يطلع بس فالحمد الله توفي من عند ربنا نلعبتها كويس ووحطها جون يعني طبعا انت بتتكلم على ماتش كمة ماتش كبير كل مصر تقريبا بتتستناه انتعرف نادي زمالك فريق كبير وتقريبا الفترة اللي فاتت كاس بنكاس مصر فماتش هيبقى صعبة من السهل لكن بأمر اللي بأمر اللي مش مش هنسيبه بأمر اللي هناخده يعني مش عايز اقول وعد والحاجات دي لكلها لكن احنا نعمل علينا اقصى جهد ما قداء اللعبة كلها عشان ناخد البطولة دي ان شاء الله فان شاء الله البطولة تبا بتاعتنا باذن الله